على وقع حرارة تخطط الأربعين درجة مئوية وصل المبعوث الأمريكي للمناخ جون كاري إلى الصين لمناقشة سبل مكافحة التغير المناخي المبعوث الأمريكي التقى بنظيره الصيني تشي تشان في اجتماع دام أربع ساعات اللقاء الأمريكي الصيني ينطوي على أهمية كبرى إذ أنه يأتي واستخلافات في العلاقات السياسية والعسكرية حتى أن الحوار المناخي كان قد علق من قبل بكين في أغسطس الماضي احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى طايوان الحوار بين أكبر مسببين للتلوث في العالم ستؤنف وهو ما يعتبر إيجابياً في إطار العلاقة الثنائية وخصوصاً مع اقتراب قمة المناخ كوب 28 مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفن أكد أن كاري سيدعو بكين إلى التخلي عن ذريعة أنها دولة نامية لتقليص التزامها حيال التغير المناخي مضيفاً أنه تقع على عاطق كل دولة بما في ذلك الصين مسؤولية تقليل الانبعاثات وقال سوليفن إنه يتعين على العالم الضغط على الصين لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انبعاثاتها وكانت بكين وهي أكبر مسبباً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم قد تعهدت ببلغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 وأكد الرئيس الصيني تشي جي بينغ أن بلاده ستقلل من استخدامها للفحم اعتباراً من 2026 ترجمة نانسي قنقر